موسيقى عزيزي مشاهدي يلا كورا في كل مكان معنا النهاردة نجم كبير قول زي ما انت عايز تقول علي ايه مهاري حريف شويت معنا النهاردة عمر بركات نجم نادي الجونة موسيقى كواليس بقى انضمامك للاهلي بفريل اول وانت كبير وانت متقلق كنت ايه كنت في المقصة انا فاكر السنة اللي الحمد لله الواحد كان موفق فيها جدا يعني اهلي وزمالي اتكلموني ساعتها بس كنت انا بفضل انا اطلع عايز اطلع برا بس فانا اطلعت لرس ساعتها اعدت ست شهور وبعد كده في راحة ابناخدها في النص فجيت بقى انا هنا واخد اجازة يعني انا نزلت واخد اجازة وهارجع تاني فتعريبا ان هو النادي الاهلي عارف ان انا في اجازة هنا وبعدين كلمني وانا في الاجازة يعني هو اكلمني وانا في الاجازة ان انا اروح وكده كنت لسه انا ملقى يعني انت ملحقتش لسه تعمل حاجة هناك فمعرفش سبحان الله هو مكلموني وفاة عطور ليه بقى ما اخدش الفرصة في الاهلي انا جاي بيتموه عايز تشتغل في الاهلي عايز تحقق حاجة عشان تطلع بيها تاني برا على حبته اكبر في اوروبا ليه بقى ما اخدش الفرصة في الاهلي وايه اللي حصل معا انا شايف ان فترة بتاعتي بتاعت الاهلي دي شخصيتي بص انا عندي مشكلة ان انا محترم زادة على اللزوم يعني وطيب وغلبان ومش من اللاعب اللي هي باخد حقي بقى وبعد فهمت يعني الاتيتيود نفسه بتاع اللاعب بالذات في مصر لما بتبقى المدرب بيلايك محترم وبتاع وبتقدر الناس ومش عارف ايه هنا للأسف المدربين كلها بتلاقيه بيدوس عليك وبي ما بيعملكش بنفس اللي احترم انت بتعمل بيه فانا كنت غلطان صراحة ان انا ان انا يعني دخلت بالاتيتيود ده كان المفروض اتعامل يعني بطريقة تانية انا شاف ان انا كنت غلطان كتير اتنزلت ع عاجات كتير قوي كنت استحق ان انا اخدها اتنزلت عن حقوق كتير جدا جدا جوا النادي كان في فرص كتير او ان انا كمفروض اخدها بس ما كنتش بها تكلم كنت اطلع برا للموتش ااجد تمرين البعض اطمرا كويس ما كنتش باخدش اتكلم ولا اخدش ااسأل مثلا انا بادخلش ليه مبلعبش ليه فكل ده انا اثرت في حقق نفسي طبعا انا ما كنتش باتكلم وكنتش باخد حقق ايه كنت محترم زيادة عن لزوم انا شاف ان انا عشان ما كنتش باتكلم وما كنتش باخد حقق ايه ما اخدتش فاصل انت شاف ان عدم ان انت كنت محترم زيادة عن لزوم في الاهلي ده اللي خلاك ما تخدش فرصة انا شاف كده كان في لعبة كتير جدا ما بتدخلش وبتعمل مشاكل ومتش اللي بعده بتبقى موجودة وتلعب في وجود حسام البدري هذا هو بعيداً ان كابتون حسام البدري من كان يعمل مشاكل لا انا مش اقول لك هسامي بس بعيداً عن الحتة التانية بتاعت كابتون حسام البدري يعني هو كابتون سادة حفيز ان العيبة كتير جداً طبعاً يعني ممكن تقعد تديك في كابتون حسام البدري قصائد في طريقته في اسلوبه وفي اللعبة اللي ما كانش ببقى مقتنع بيها في اللعبة اللي ما بديهاش فرص انا مستغرب ان شخصيتك بالتقسام البدري اللي احنا بنشوفها او المعروفة عنه الكامل اللي انت بتقول ان فيه لعبة ممكن هي ما بتلعبش فهتعمل مشاكل تبقى موجودة المطش اللي بعض على طول انا بقول لك انا بقول لك انا لو كنت عملت مشاكل كنت لعبت انا ما عملتش مشاكل وبالتالي ظلمت في عدم اللعب وبالتالي ان الجماهير قالت ان عمر احنا كنا شايفين ان هو يبقى جاي اضافة للنادي اللي لأ ده ما لعبش ده ما حدش شافنا اصلا ما شافونيش غير في البطولة العربية ولعبت ماتش واحد في الدولة بطولة العربية جون مؤثر هتبقى موجود ايه اللي حصل برضو في البطولة العربية انها كان فرصة كويسة انت تظهر بشكل كويس هي نفس المشكلة هي نفس المشكلة هي نفس المشكلة حتى برضو عملت نفس الغلطة برضو في نفس البطولة جبت جون الفوز في الماتش بتاع ناصر حسين داي الماتش اللي بعديه طالعني برا قعدت في المدرجات بشجع الفرق ولا عملت اي حاجة خالص ولا تكلمت ولا فتحت بق فاهم وده غلط يعني انا 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 غلطة ان انا عملت كده بس وانا عشان كان مشيت من النادي كلمتش مع كابتنة سونة البادري لا لا ما تكلمتش معه وماش هتكلم معه الله يسامحه بقى غلاص الناس يعني الناس عايزة تعرف اللي حصل لا ولا اي حاجة حصل ما اقولتلك كلمتش معه ما حاولتش تفا من تلك اللي بتتقلق وماتش اللي بعده بتبقى بره الفرقة خالص بره التمنتاشر ولا اتكلمت مع عجل تنسلاب حفيز لا لا كابتساي حفيز اكتر واحد كل كل كله معي انت ماشه الله عليك انت راجل محترم انت بتمرن كويس كل كله معي كان جميل جدا يعني الدنيا وردي خالص مع كابتساي لكن ما كانش فيه قرار ما كانش فيه ما كنتش بتشوف ان الكلام دي يناتب الفني لا 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 شايفك ان يعني من راكشناتك يعني متدايق او من الموضوع حسك ان انت كنت عايز تكمل لوات والفترة ممت هاي بقى ضيعت اكيد ثلاث سنين من عمري في عز يعني السن اللي هو عزه ان انت عايز تبقى موجود في الملعب على طول انا ضيع ثلاث سنين كله ملعبتش بس هكيد لازم ابتدايق لو رجع بك الزمن كان اي ممكن تعمله انت فتموجود ما اقولتلك ان انا اي موخف ما يعجبنيش اخد حقي بساعتها ناس كان بالطالب ان انت تبقى موجود وتلعب هل ده كان بيضايقوا هو في الفترة دي او كان بياخدها بحيدي شوية هلا هيضايقوا ليه ما كان فيه ناس كتير او بتيجي والناس بالطالب وبيلعبوا الناس جات قابلي وليعبت الناس جات بعد وليعبت وكله كان بياخد فرص كان معرفش موضوع معي كان ايه مش عارف صحاب بس خباك ناس كتير زي او مش انا الواحدي فيه ناس كتير او بتخش الاهلي وتطلع و وكانت نجوم قبل ما تخش الاهلي وبرده ما مخدتش فرص ومشت